واقع كارثي وأزمات لا حصر لها وانهيار شبه تام للمنظومة الصحية هكذا تسببت الحرب الدائرة في معظم محافظات الجمهورية بتدمير القطاعات الخدمية المختلفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وثقت أكثر من 165 حالة اعتداء على مؤسسات وفرق طبية فيريامن منذ بداية العام 2015 المنظمة قالت إن الحرب أثرت بشكل كبير على إمكانية توفير رعاية صحية لليمنيين في مختلف المناطق مضيفة أن 51% فقط من المرافق الصحية باليمن ما زالت تعمل وكالة أسوشيدد بريس وفي تقرير جديد وثقت 130 هجوما استهدف منشآت طبية في اليمن منذ العام 2014 فيما ذكر مشروع قاعدة البيانات أن الهجمات مثلت جرائم حرب واضحة ارتكبتها جميع أطراف النزاع الأمراض في اليمن أوصلت نسبة كبيرة من السكان إلى شفى الموت هكذا كان مضمون تقرير منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن 20 مليون يمني يحتاجون إلى رعاية صحية ويعانون من الأمراض والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي المنظمة الدولية للهجرة من جهتها حذرت من توقف نشاط ما تبقى من المرافق الصحية العاملة في اليمن وأوضحت أن النقص الحالي للموارد المالية والأطباء والأدوية والمستلزمات تسبب في مزيد من التدهور أزمات كثيرة لا ملامح لانتهائها وتفاقم يومي للتدهور الذي أصاب كل القطاعات في بلد أصبحت فيه المعاناة تنبعث في كل منطقة وبشكل أشد مأساة وقتامة ترجمة نانسي قنقر